بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اكثر وقت اختصارا ممكن هنشتغل على بعض الامور ونحدث بعض الاخبار والتشارت اول شي رح نبدأ البيتكوين على الفاصل اليومي اهم مقاومة عندنا هي تقريبا 30 الف دولار امريكي لليوم واهم دعم عندنا هو تقريبا 28 650 دولار امريكي وجد نظري بكل بساطة ان مناطق 30 الف دولار امريكي تعتبر مناطق مقاومة جدا جدا قوية للبيتكوين ونلاحظ هذا على السلوك السعري فبالتالي عشان يخترق البيتكوين ويتداول فوقها بشكل فعلي يحتاج الى اوامر شراء وتنفيذ عالية اذا اخترق البيتكوين 30 الف دولار امريكي والداول فوقها بشكل فعلي فاحنا نأكد بشكل جدا كبير الانفيرس هيدن شولدرز او الكتفين والرأس المعكوس اللي تشوفها امامك واللي تقريبا هدفها هو 35 الف دولار امريكي طبعا في حاجة مهمة لازم ما تنساها انه ممكن البيتكوين يبدأ يختبر مناطق 25 الف دولار امريكي واذا حافظ عليها ممكن يستكمل مشوار الرأس والكتفين بمعنى انه العودة الى مناطق 25 الف دولار امريكي لا يلغي نمط الرأس والكتفين المعكوس اللي تشوفها امامك ولكن اذا كسر البيتكوين مناطق 25 الف دولار امريكي داول تحتها بشكل واضح وصريح فهذا يعني انه كسر تركيبة كبيرة في السوق وانه هناك ارقام منخفضة قوية قادمة طبعا لا ننسى انه امس كان فيه اجتماع الفدرالي ورفع نسبة الفائدة العامة جيرومي باول بخمسة وعشرين نقطة وقال ان البنوك جدا قوية والوضع البنكي في السليم للاسف بعد ساعات من هذا الاعلان او هذا الحديث بدأ بنكين في الولايات المتحدة الامريكية بالتعثر الباكويست والويستران فلا اعلم بالضبط على اي داتا او بيانات تم بناء ما قاله جيروم باول فهذا يدل على ان الاقتصاد لا يزال ركيك وايضا يدل على اني لازلت اعتقد ان 2023 اننا لسنا في بلرن الى الان على الاقل في الوقت الحالي ليه؟ هذا اللي تشوفه امامك هو بلرن هذه الموجات المرتفعة المتتالية هذا اسمه بلرن اما مسألة موجات صعود وموجات هبوط هذا لا يعتبر بلرن 2023 ستكون سنة زي 2019 وزي 2015 زي ما شرحت سابقا هي موجات صعود حاد وموجات هبوط حاد وليست موجات صعود متتالية لذلك لا اعتقد اننا في بلرن حتى الان ممكن في جزء الاخير من السنة لما نقترب من الهافنج او الانقسام لبيتكوين لكن في الوقت الحالي لا لذلك راح تشوف ارقام متفعة للبيتكوين وراح تشوف ايضا ارقام منخفضة للبيتكوين 2023 بالنسبة لي اراها هي سنة شراء وتصيد فرص ولذلك احنا دخلنا في السوق بجزء من رأس المال لو تفجع لقناة اليوتيوب راح تلاقي المقطع موجود دخول السوق من عدة اسابيع وبارقام اقل من الارقام الموجودة حاليا وخلينا جزء ايضا من السيولة في حال حدوث موجات هبوط حادة لتعزيز المحفظة ولما اقول خلينا او اتكلم عن محفظة فهذا الامر يعود علي انا فاللي انا اسويه مو لازم انت تسويه لاني ما اقدم ليس النصيحة وانما وجهة نظر والقرار في النهاية وقراركو على مسؤوليتك الشخصية ببحان او خسار لان لست خبير استثماري ولا مالي ولا اقتصادي طبعا هذا اللي عندي لحلقة اليوم لا يوجد حركة قوية زي ما تشوفها فبالتالي لا توجد معلومات كثيرة فمن يحب اخذ من وقتك كثير انا هدفي اجي اضع اهم النقاط اللي موجودة في السوق في الروس اقلام وامشي ما عندي روابط احالة لمنصات في يوتشار وما الى ذلك علشان اسويق لك هي انا جاي اعطيك معلومة وتوكل على الله وما اخذ من وقتك الكثير يوم الاحد ان شاء الله راح اكون في مدينة بودبست فاحكون خارج المملكة فبسبب تغيير الوقت بسبب السفر اذا تأخرت الحلقة القادمة بعملات على اليوتيوب او حصل اكشن قبل ذلك انا دائما متواجد في قناة التليقرام العامة وابطة في اول تعليق مثبت اسفل هذا الفيديو نتشرف من ضمامك لها نجد ابدأ شمع بعض ونسمع وجهات نرى ببعض وبكذا انتهت حلقة اليوم لا تنسونينا والدين من دعاكم اكثر من الصلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام في امان لله